في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتح السيسي للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف أثار تدعية الاقتصادية العالمية على المواطن المصري وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على زيادة العلوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجل بموعد استحقاقها ليكون تنفيذها اعتبارا من الأول من إبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022 ولفت رئيس الوزراء لأن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به بالإضافة إلى تبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 18 مليار جنيه اعتبارا من الأول من إبريل المقبلة وذلك دعم عم مقرنا له من قبل بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 8% والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه بقيمة 1.2 مليار جنيه